معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد أحمد الجربة عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى أستاذ أحمد الانتخابات في موعدها في آيار المقبل كيف ستجرى هذا الاستحقاق الانتخاب المهمة لانتخابات والوضع أمنيا وإنسانيا غير ملائم في نينوى تحية لك ولي زميلتك ولمشاهدي قناة الفلوجة الكرام مرحبا بك يعني حدد طبعا يوم الانتخابات والخطأ الأول كان تحديد موعد الانتخابات من مجلس الوزراء كان الأولى أنه لا يوافق ممثلين المناطق المنكوبة في مجلس الوزراء على هذا التوقيت لكن بما أنه حدد الموعد من مجلس الوزراء وثبت من المحكمة التحادية منتهى الموضوع وقضي الأمر الذي فيه استفتياء لحد هذه اللحظة لا يوجد آلية دقيقة في عودة النازحين أو هناك شفافية سوف ترافق عمليات الانتخاب إذا بقت الأمور على ما هي عليه نعم تسمعا صوت واضح أستاذ أحمد لو تتفضل بإكمال الفكرة صوت واضح نعم فالآلية لحد هذه اللحظة لا يوجد آلية حقيقية بحيث نراها واضحة وضوح الشمس في أن تكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة لأن أولا النازحين الآن في المخيمات ومن كل الأقضية والنواحي والقرى يعني كيف تستطيع المفوضية فرز أبناء الناحية الفلانية من القرية الفلانية من القضاء الفلاني زايدا في بعض المناطق من محافظة نينوى أو مدينة الموصل بصورة خاصة يوجد نوعا ما مظاهر مسلحة تدعي بتمثيلها للدولة وهذه تابعة لأجندات سياسية اليوم أيضا جزء من هذه الإشكالية أستاذ أحمد جزء من هذه الإشكالية هي وجود الحشد الشعبي في محافظة نينوى اليوم كان هناك قرار أمني بانسحاب الحشد إلى خارج نينوى هل لذلك تأثير على سيطرة تلك المجاميع المسلحة على صلاديق الاقتراع؟ أنا لا أتكلم عن المجاميع المسلحة التي نسميها ضد النظام السياسي أو ضد البلد أو ضدها لنينوى أنا أتكلم عن مجاميع مسلحة تدعي أنها خاضعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة وهذا الكلام أعتقد غير دقيق لأن الذي لا يؤتمر بأمر مكتب القائد العام والعمليات المشتركة هذه جهة تعتبر متمردة مثل منه؟ انسحاب أنا لست بصدى الجهة الفلانية والفصيل الفلاني سيد أحمد الانتخابات جاية وتقترب مواعيدها ولازم الناس تعرف حتى إذا شابت هذا الفصيل تحاولت الجنة ما تبتعد عنه أولا أيام القادمة إذا لم يكن هناك آلية واضحة من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة فأنا من طبيعتي أسمي الأمور بمسمياتها لكن آخر العلاج هو الكي بالنار مثل ما يقولون ما أريد أن أقوله انسحاب الحشد الشعبي أيضا من محافظة نينوى أنا أعتبره قرار قير صائب لأنه الرئيس الوزراء لم يصدر أمر بعادة شرطة نينوى وأفراد الجيش العراق اللي هم منها لمحافظة نينوى يعني تصور حن محافظة نينوى قبل عشر ستة الفين واربعة عشر تعمل بثنين وثلاثين ألف منتسب من الشرطة الآن محافظة نينوى تعمل بثلاثة ألف شرطي هذا بس الشرطة تعلي على الجيش العراقي الآن محافظة نينوى تعمل بألفين مقاتل بينما قبل عشر ستة الفين واربعة عشر هم بحدود الخمسة عشر ألف مقاتل يعني آكوا أرقام بعيدة كل البعد عن القوة الحقيقية التي تمسك مدينة الموصل ومحافظة نينوى في السياق التشريعي أستاذ أحمد أريد أسألك على قضية نية أسادة النواب من من لا يحملون الشهادة الجامعية للطعن في أنهم من غير المسموح لهم الترشيح للانتخابات المقبلة لأنهم لا يحملون شهادة البكالوريوس هل هذا وارد بأن يمضوا نحو الطعن بهذا القانون؟ يعني شوف أخي العزيز يعني أقول لك ولمشاهديك الكرام أنا كشخص غير مشمول بهذا الأمر بكالوريوس كليت الحقوق ولكن القرار الذي صدر باعتبار الشخص يعني القرار الذي صدر من مجلس النواب فيما يخص الشهادة نعتبره قرار خاطئ مجلس النواب يجب أن يمثل كل الكفاءات إذا كان الدكتورة أو الماجستير أو البكالوريوس أو الإعدادية حتى أو المتوسطة وين الكفاءة؟ يوجد طبقات يسمونها طبقات إذا تتكلم بأنه مجلس النواب ينبغي أن يجمع كل الكفاءات وين الكفاءة من شخص عنده شهادة إعدادية وربما يرأس لجنة مهمة من لجان مجلس النواب وين الكفاءة بالموضوع؟ شوفوا ماكو شخص يجيك رئيس لجنة وهو مدرك لكل عمل اللجنة كل لجنة فيها مستشارين يوجهونه مستشارين صار لهم أكثر من عشر سنوات وخمسطاعش سنة وكل مختص في عمله اللجنة القانونية فيها قانونيين اللجنة المالية فيها ناس مختصين بالأمور المالية وكذلك الزراعة وبقية اللجان أما أنه نحصر إذا تريدون هكذا أمر فأنا أفضل كان تصويت بصيغة ثانية أنه يكون التصويت نصوت أنه بس يكونون شهادة الدكتوراه في مجلس النواب نبعد البكالوريوس ونبعد حتى الماجستير يعني عندك أستاذ أحمد عندك من يحمل شهادة إعدادية طبعا لما نقول نحن يحمل شهادة إعدادية معناه هو للسادس إعدادي مواصل فعندك من يحمل شهادة إعدادية يتساوى مع من يحمل شهادة البكالوريوس بالتأكيد هناك فرق بينهما على المستوى العلمي وعلى مستوى التجربة على مستوى الثقافة على مستوى النجاح والفشل على مستوى التجارب المسألة واضحة إلى حد ما يعني كل وتمثيله كل وتمثيله وقلت لك هو نهاية المطاف كل لجنة من اللجان فيها مستشارين حن القصد أنت أكو جمهور هو اللي راح يختار والجمهور يعني من يختار شخص طبعا أنا ما أقول لك هي كل الاختيارات صائبة في بعض الأحيان يعني في بعض الأحيان كثير من الأعضاء يمكن يقومون بشراء الأصوات شراء مشتراء وفي بعض الأحيان خطابات غير نزيهة وغير صحيحة قبل الانتخابات بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر سوف نعمل لكم كذا وسوف نرجع لكم حقوقكم وسوف وسوف وشعب تدري شعب العراقي بطبيعته شعب عاطفي يقتنع ببعض الأقاويل أو بعض الأكاذيب إذا صح القول مع احترامي للطيبين والشرفاء فأنا صراحة قلت لك على رغم أنه خريج يعني عندي شهادة البكالوريوس في الحقوق ولكني أنا معه أنه تكون شهادة الإعدادية هي الماشية على الرغم بأنه سيد أحمد بأنه مجلس النواب يعني ينبغي أن يعكس الوجه المشرق للمجتمع العراقي فلما يسمع الرأي العام بأنه 82 نائب ما عدهم شهادة بكالوريوس إعدادية يعني هذه مشكلة وربما هذا يحفز الرأي العام بأنه مثل هذا القرار قد يدفعهم نحو المشاركة في الانتخابات إذا ما يعني ابتعدت مثل هذه الوجوه لتجديد الدماء أيضا كلمة واحدة أقولها لك نحتاج شهادات بالأخلاق وليس شهادات دراسية إذا أوفرت شهادات بالأخلاق إن شاء الله جيب لي ابتدائية نحن في ظرف نحتاج إلى ناس يحملون أخلاق من أجل ينقذون البلد مما وصل عليه هذا ما أريد أن أقوله وكلاهما مطلوبة أستاذ أحمد شكرا جزيلا لك أحمد الجرب عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى كنت معنا مباشرة من بغداد شكرا